اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما ان تفكر مثلنا واما فانك خارج عن القانون واخرها البارحة رأينا في قناة التونسية ان الديمقراطيين الاسلاميين يريدون من طيار لا يؤمن بالعمل الديمقراطي ان يكون ديمقراطيا حتى يكون مواطنا وحتى يحترم القانون الاعتراف بك ان تكون تدخل في اللعبة الديمقراطية لماذا يعاقب الديار السلفي لانه لم ينخرط في اللعبة في اللعبة الديمقراطية اللعبة الكذب مقراطية ليس هناك ديمقراطية في العالم العالم تقوده خمس دول تسمى دول الكبرى التي تطعن في حقوق البشر في العالم انظروا ماذا يحدث في فلسطين كم من فيتو صوتت عليه ما يسمى الولايات المتحدة الامريكية ضد الشعب الفلسطيني اي ديمقراطية تتحدثون لماذا اجتمعنا اليوم لان هؤلاء الشباب لم يقتنعوا بل يعتبروا الديمقراطية كذبة ولعبة بين الكبار المافيات الكبيرة الاعلاميين والبرجوازيين الذين اختاروا ان يديروا الصراح بشكل الصندوق الاقتراح نحن نرفض هذا من عجل ذلك فينا استثناء علينا الاستثناء وعلينا الاقصاء وعلينا التمييز بل ربما الاضطهاد نجيكم من الاخر شنية اسباب الآن اضطهاد الطيار السلفي لانه لم ينخرج في الخدعة في الكذبة ونحن نريد ان نلفت انتباه شعبنا بان هذه كذبة كذبة لا تحل مشاكلنا الحقيقية والناس اللي يصوتوا في 23 اكتوبر ندموا ندموا لان التصويت ما جاب قال الجزائري والو ما جاب والو ما جاب شيء شيء تعيد الاضحى يقع اطلاق صراحهم لكن مع الاسف وقع اطلاق صراح الجميع الا السلفين حسار اسوه العوم العوام علم أرس بعوام الشهاد يا عالم يسلم اللعب خلي بني وبني الشعب يا عالم يسلم اللعب خلي بني وبني الشعب خلي بني وبني الشعب أنا أقول رهو لا يوجد أحد فوق القانون ولكن لابد أن يطبق القانون على الجميع وبنفس الطريقة وأن تقفل الضمانات الكافية لكل شخص متهم لأن المتهمة بريع حتى تثبت أيدانته فاش في محاكمة عادلة تقفل فيها جميع الضمانات للأسف قلت أن بعض المحاكمات شابتها إخلالات عديدة من حيث الشكل ومن حيث الطول والتنطيط من ذلك أن هناك من يقبع اليوم منذ حوالي خمسة أشهر في أحداث ما يسمى بالعبدلية دون محاكمة بل إنهم يعني ضحايا أخطاء إجرائية كفاء تشويعا وإنساقتها من جائزة قبل أن تسمع وقبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة كفاء بثا للفتنة وتمييزا بين الناس لأنه تواصل كلهم تواصل وحتى لمنتسبين الطيار السلفي لم نستوردهم لا من الصومال ولا من أفريقيا السوداء اليوم آن للآوان أن القضاء يتحرر من هذه الضغوط وأن يتعامل مع الناس الكل على قدم المساواة فكما يتعامل مع الناس في الاحتجاجات مثل سيد يبوزيد ومتع جبصة ومتع جابس نحن نريد أيضا أن يتعامل مع الاحتجاجات المنصوبة إلى الإسلاميين أو إلى السلفيين حاجة أخرى نقول أنه لا بد أن توقف المحاكمات بالجملة أنا أقول أنه اليوم رجعنا للأسف إلى قانون التعيس قانون الإرهاب الذي صن في عهد بن علي في 10 ديسمبر 2003 وتعلمون ذلك التاريخ لأنه التاريخ 10 ديسمبر في الأصل تاريخ احتفالي هو تاريخ ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأسف انتهكت فيه كرامة الإنسان وجه جئ بقانون بإملاءات أمريكية وتعرفوا علاش وقتها لأن أمريكا ما زالت احتلت العراق في مارس أو أبريد 2003 فلاحظت أن هناك شبانا من البلدان العربية والإسلامية يلتحقون بساحات الجهاد ليقاتلوا ضدها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لا يموت حقي نعيش تخلقنا بش نموت ومش نعيش في العقس لا يموت خلي يحكي أنا لا يموت لا يخذنا بش نعيش إسترهاب من بره وخينا بالحق دول إسكام لدارة دول إسكام لدارة دول إسكام لدارة أولا اجتنكارنا بشدة للغبن والتمييز الذي طال أبنائنا وإخواننا وأزواجنا المحكوبين على السيار السلبي حيث أطلقت الحكومة صراحة جميع المعلمانيين والنيساريين والنقابيين وغيرهم من الذين اعتصموا وأضربوا وأضربوا أو حتى أبسدوا وخربوا وأغلقوا الطرقات وحرقوا مقرات ومصالح عمومية كالمورتين في أحداث الشغب التي وقعت في جابس وغيرها من ولايات البلاد قلقنا من طوء معاملة أبنائنا وإخواننا بالسجون وعن تضاوير حالاتهم النفطية والصحية خاصة بعد دخول بعضهم في إضرابات جوع غير متابعة إعلاميا ولا طبية تنديدنا بتخلي أكثر المنظمات والمؤسسات حكومية عن تبني قضاء أبنائنا واتفاع عنهم وهذا يناقض شعاراتهم المنادية بحقوق الإنسان ودعا لاحق ورية التعبير ودخول حدية إننا نطالب بإطلاق الصراحة الفوري لكل أبنائنا دون تمييز أو شرط كما ندعو جميع الجهات الصادقة والمسؤولة في تونس للتدخل لفك هذا الأسر ومنع توصل هذا الاستثناء والتمييز وبهذه المناكبة نذكر الحكومة بأسرانا في العراق الذين منذ مارس الماضي قالت الحكومة العراقية بأنها ستعطيهم على لسان وزيرها الأول ستمنحهم محفوخات وحكومتنا إلى الآن لم تطالب الحكومة العراقية بتطبيق هذا العفو يوم تشتو كل أم في دياجي للمهمة للسؤال عن المهمة يومها ماذا نقول يوم تشتو كل أم في دياجي للمهمة في دياجي للمهمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفداء وعظيم القوم عبداء هل ظنمتم فيها خلداء وبقاء ما يزور يومها ماذا نقول الوناد سامحونا بالله تفسدوا المجال شوية خلنا على نفسك ربي باركاكم بالله خلنا سهل الخروج متعلقوا ربي بارك فيكم ربي بارك لكم ترجمة نانسي قنقر